عايزين روشاتة غزائية لأكلات ومشروبات للكبار تحديداً وصغيرين كمان تبقى مناعة من أمراض البرد في الشتاء حاجة تديني طاقة نشويات مقبولة على حسب أنا مين عجوز زي حالاتي حركتي قليلة حركتي قليلة نشاطي إداري مش عارفة كمية أقل من الندر وهو فيه إنما ما ينفعش أقول أنا الحمد لله بقلي شهرين وطلاث شهور لبقى كل عيش ولا الرز ولا ميكورونا دي مش سلوك جيد طب يا دكتور اللي عنده مشكلة في الجلوتين يعني أنا مثلا عندي حساساتي للجلوتين كويس طب نكمل روشتة ونجاوبة جلوتين أبسط حاجة هبعد عن كل ما هو منتجات أمحة أو شعين خلاص يبقى أي نشويات متاحة أي بروتينات عندي متاحة ولو هنتكلم على أنيميا يبقى كبدة وطحار أحط تحت يوم خط ويبقى في اليوم لازم أقل حاجة بضاية وزا لازم طبق الصلطة الخضراء خمس الألوان بما فيه من خضروات ورقية خضراء ده للحفاظ وليس للعلاج للعلاج أمشي كده أيوة مع المستحضرات اللي بيحددها لي استشاري أبراد الدم طبعا معنا وممكن نزود عليهم شربة عليها لمون كتير طبق الصلطة الخضراء جميل جدا هيغطي لي فيتامين سي زي ما أنا محتاج إذا حضراتك حبيت تحطي شربة عليها لمون ليها إجابية الشتاء يعني شربة العتس جميل وشربة سنة جميل إجابيتها إجابيتها إيه؟ أولا في فيتامين سي طبعا في اللمون الشيء الأهم إنها الحساء الدافي فهيرفع مستوى المناعة في منطقة الحل وهيساعد على إذابت البلغم وهكذا فطبعا الكلام ده رائع جدا مهم جدا طبق الصلطة الخضراء خماسي الألوان طب ممكن حاجة تقول اللي هو إيه بقى خماسي الألوان؟ جميل أي خمس ألوان متاحين عندي ولكن أنا على المستوى الشخصي بفضل إلقاتي لون الأحمر طماطم أو بنجر أو فلفل لونه أحمر أو أحلي بأي حاجة لونها أحمر من الفاكرة ريمن اللون أحمر لون بورتقاني الجزر أو الكاكا أو 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 فلفل بورتقاني المتاع اللون الأخضر خضروات ورقية ما ينفعش خيار عد بقى جرجير بقى دونس كوزبرة خضرة مش عارفة اللي عنا عايزينه كراكس كرات بالضبط بالضبط كده ولكن لو جاز التعبير عموهم البقدونس والله آه لأنه هيشتغل بكذا روح هيشتغل دعم مناعة هيشتغل فيتامين سي هيشتغل طبعا معادن كالسيا محديد وهيشتغل تنقية الكيلة وضع محديد كمان بالضبط ثم لون أصفر خص ولمون ثم لون أبيض لو بدور على المناعة بصل وتوم بصل وتوم بصل وتوم كروم بالصاطة البيربل دا والأبيض ينشي جميل حلو دا في معدن اسمه كروميوم دا جيد لانطلاق الطاقة كروميوم 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 زائد في نوع بكتيريا نافع اسمه لكتوباسيلس تحفى لدعم المايكروبيوم بكتيريا النافع دا في ايه يا دكتور دا في المعنى في الكروم في الكروم بالضبط طيب ايه الحاجات ايه زا ما حطتش عليه خل ولو حطت خل هحط عليه خل خلاص صليت صلات الجنازة على شوية البكتيريا حلوة وحادئ البكتيريا تموت طيب كان فيه أهلنا زمان يا دكتور ايه بنلاقي اني دخلة الشتاء دي يعني معانا السحلب او معانا مثلا الايه الجنجر الجنزابيل جميل بلمون بعسل وكده وتلاقي في الصيف يقولك ايه مثلا ممكن شوية ينسون هل فعلا المشروبات دي ليها فايدة في الفصول دي او ليها اي علاقة بدعم او بان احنا نحفز المناعة سؤال را عشكر حضرك عليه ليها دخل بالفصول دي في ايه هتدي شوية احساس بالدفع انما الاهم انها هتساعد في التخلص وإزابة البلغم اللي ممكن يتكون نتيجة البلغم يبقى اول بول بتنقيل السدر وده المفتاح بتاعها بزيت اعتقد المدخنين او المدخنات حيستكيدوا جدا من المشروبات اللي ده في هذه جدا طيب في سؤال ومنطقة حارجة تفضل لا تفضل لان اغلبنا بنسمع ده كتير وبرضو بنعمله خاصة مع ايه التفاع الاسعار العالمي بقى بنحاول نوفر فبنعمل ايه سامخوني بنجيب الزيت اللي حمرنا في بطاطس يبرد نشيره نيجي بعدها بكام يوم نطلعه تاني نحطه في الطاصة ومنحمر في تاني دا يعمل ايه مع المناعة ومع حياتنا ومع جسمنا السؤال الرائع ايضا اشكر حالك عليه خليني نقول يعني اذا اردت ان تطاع اقمر بما يستطاع هنمسك العسام النص ونتعامل مع الزيت بقى اكتر وسيلة تخليه مش دار قوي ده رأيي غير متوقع انا قلت لازم حتقولي انه يتريني لا 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 ما عاليش ده حدث اه يعني العلم حاجة عايزين نمشي الاقتصاد جنبيه برضو بنجيب الزيت النظيف وبنقلي فيه مرة بنقلي فيه ازاي بحط الزيت على النار وقبل ما يسخن اقوم جايب نقطتين من الخلاط بتاع الحد مية وهو مقفول باخبط كده على الخلاط وينزل نقطتين تصافي في ايلي ايه واحطهم على الزيت وبعدها احطه على النار اه بعدها احطه على النار هبتدي يسخن الزيت بس في نقطتين مية موجودين ايه كل جزيئات الزيت هيتتتخانق مع بعض عشان كل واحدة بكل جزيئ ياخد نقطة المية يبرد بها روحه انا هسمع صوت الخناء انا هسمع صوت الخناء في التقطاة اه اللي يبتدي الزيت يتقطق ومش عارف ايه طبعا انا محطتش كوباية مية انا حطت نقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر